الآن كما تعرفون هناك سيف يسمى ذو الفقار ذو الفقار أنه سيف علي بن بي طالب رضوان الله عليه أن له شفرتين وأنه سيف مشهور نحن الآن بنتكلم عن السيف هذا السيف اللي له شفرتين والعقاد في فيلم الرسالة أظهره بهذه الرسالة ليس ذو الفقار الفقار هو السيف الذي له مشرشر سطحه مشرشر فقار زي فقرات العمود الفقري التابعة للبعير فقار فقار مو فقرتين هذا شفرتين كما ترون إذن ما الذي آتا بهذا الشكل أنا أخبركم اللي آتا به هذا الخنجر اللي صنعه أبو لؤلؤ المجوسي عندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صنع خنجرا له شفرتين لتكون الطعنة عن طعنتين والفرس قديما يصنعون هذه وما زالوا لو ترحوا للمتاحف في أوروبا تجد كثير من الخناجر الفارسية لها شفرتين فأعداء العرب القدامى والمحدثين علشان أنهم يعني عندهم موقف سلبي من العرب وخاصة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه هو اللي فتح بلاد فارس وهو الذي هزمهم في القادسية وفي نهاونت جعلوا من سيف علي رضوان الله عليه أنه هذا هو ذو الفقار لأنهم يريدون أن يستشفوا من عمر بن الخطاب والحقيقة أنه سيف ذو الفقار مثل هذا الشكل لأنه علي بن أبي طالب لا يمكن يقول مثلا هذا سيف حقيقي لا يمكن يقول للشخص يلا حط سيفك هنا خلأنا أقول به كذا أرميه بعيد هذا غير صحيح الصحيح أنه سيف علي بن أبي طالب بهذا الشكل وكان عندما يبارز ينشب هذه الفقارات تنشب سيف الخصم وتقذفه بعيدا أيضا من المميزات لهذا السيف أنه عندما يطعن يشرشر يشرشر فيموت صاحبه لينه ويدخل هوا والآن تشوفون الخناجر اللي تباع سكاكين تصنع بالغرب ولا تصنع عندنا كلها مشرشرة سطحها